اشتركوا في القناة المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الاهل يحسم صفقة لاعب المنتخب الوطني اكد الاعلامي احمد شبير ان فريق الاهل المصري دخل في مفاوضات جدة للتعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لاعب فريق السوتي الروسي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة واكدت صحيفة الوطن سبورت المصري ان الاعلامي احمد شبير كشف صدمة قوية لتونسي حلمعلول الظاهر الايسر لفريق الاهلية بعدما تعرض لاصابة في وطر ايكيليس ستتسبب في غيابه عن المباريات لفترة لنتقل عن خمسة اشهر واشهدد المصدر ذاته على ان شبير قال عبر اداعة اونسبور اف ام كلامنا متأكد منه الاهل بدأ يتفاوض مع المغربي يحيى عطية الله لاعب نادي الوداد المغربي سابقا وسوتي الروسي الحالي والمنتخب المغربي وازد المصدر قائلا لدي معلومات مؤكدة ان يحيى عطية الله هو اولى صفقات الاهل بعدما دخل النادي في مفاوضات قوية مع اللاعب في الايام الماضية وعن سبب مفاوضات الاهل مع يحيى عطية الله قال شبير الاهل من فترة طويلة يفكر في ضم اللاعب في مركز الظاهر الايسر وبعد اصابة علي معلول اصبح الامر حتميا بالنسبة للنادي خاصة بعد اصابة محمد شكري في الرباط الصليبية وكان الاهل يفكر في ضمه لخلافة علي معلول في مركز الظاهر الايسر خبر عاجل سوفيان امرابط اخيرا سوف ينتقل الى هذا النادي العالمي الجديد بعد تخليل يونيتد عليها انضم فريق اوروبي جديد الى قائمة المهتمين بالتعاقد مع الدولي المغربي سوفيان امرابط لعب في رونتين الايطالية الذي يستعد لمغادرة صفوف مونشستر يونيتد الانجليزي بعد انتهاء فترة اعرات هناك بانتهاء منافسة الموسم الجهرية وحسب صحيفة مسئان يتصدر النجم المغربي قائمة اهتمامة انطونيو كونتي مدرب نابولي الجديد الذي اعلن رسميا قبل ايام توله منصب المدير الفني في الفريق الايطالية في اطار التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد ويعد اهتمام مدرب بقيمة انطونيو كونتي المدير الفني لنادي تشيلس سابقا بمثابة طوق النجاة للنجم المغربي الذي واجه صعوبات في تجربته الاخيرة بالموسم الحالي مع مونشستر يونيتد وتصدر سوفيان امرابط قائمة اهتمامة نابولي المرتقبة في ذلك مساعي الفريق الايطالي لامتلاك لاعب مقاتل في خط الوسط قادر على ضبط تحركات الفريق والربط بين الجوانب الدفاعية والهجومية جدرون بالذكر النسوفيان امرابط شارك في 30 مباراة عبر مختلف المسابقة مع مونشستر يونيتد هذا الموسم لم يتمكن خلالها من تسجيل الاهداف او تقديم التمرارة حاسمة لكنه قدم مباريات جد رائعة في نهاية الموسم الجاري خصوصا مباراة نهاية كأس الرابط الانجليزية ضد نادي مونشستر سيتي اشبيليا يتفق مع انصاري على بيعه مرغما كشفت مصادر اعلامية اسبانيا ان النادي اشبيليا الاسباني يتجه الى بيع مهاجمه المغرب يوسف انصاري مرغما لاجل تسديد نفقتها وان النادي ابلغه رسميا بالموضوع بالرغم من رفضه للعروض السابقة ويبدو ان اشبيليا قد غير رأيه تقول صحيفة استاديو دي بورتيفو واضافة ان النادي اشبيليا يخطط للموسم المقبل باقتصاد كبير لتخفض النفقة وسيتعين على النادي خفض فاتورة اجوره من 152 مليون يورو الى حوالي 75 مليون يورو وبالتالي سيتعين عليه التخلص من بعض اعلى الرواتب في الفريق والبحث عن الدخل من خلال التحويلات التي يمكن ان تولد بمكاسب رأس مالي وتبقى المهمة الاخيرة هي بيع الدولي المغربي يصف انصير باعتباره اللاعب الاساسي لاشبيليا في السوق بعد موسم جيد سجل فيه 20 هدفا رغم غيابه الكبير في منتصف الموسم لللاعب في كأس افرقية مع المنتخب المغربي ما يعني ان الفريق اتخذ قرار بيع المهاجم واعتبره ضروريا واجباريا ايضا حيث لم يتبق له سوى عام واحد في العقد وهو ما سيقلل حتما من قوة مسؤول اشبيليا في اي مفاوضات لكن على رغم من ذلك فان الهدف والحصول على مبلغين يتروح بين 20 و 25 مليون يورو وهذا هو السعر المبدئي بحسب صحيفة ماركا للدولية المغربية وتؤكد الصعف لاسبانيا ان التراجع الرياضي للفريق الاندلوسي اقنعه بالاستماع الى العرود كما اخبره النادي ان بيعه ضروري فاتفقت جميع الاطراف المصادر ذاتها قالت ان اسم انصير تبط حاليا بيوفينتوس او ميلان في ايطاليا لكن السوقه الرئيسي هو البطولة الانجليزية حيث ارتبط ايضا باستان فيلا رغم انه لا يمكن استبعد ان يسير على خطم واطنه بونو المتجه الى السعودية زينباور تنتظرنا مباراة صعبة في وجدة واذا اردنا اللقب يجب علينا الانتصار ابدا الالماني جوزيف زينباور مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم سعادة كبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه على الوداد الرياضي في مباراة الديابي يوم الاحد لحساب الجولة التاسعة والعشرين من الدورة الاحترافية وقال زينباور في الندوة الصعفية التي اعقبت المواجهة التي انتصر فيها النصور بهدف السفر في الانفاس الاخيرة حققنا نتيجة جيدة قدمنا شوطا اول جيدا لكننا لم نتمكن من تسجيل الاهدف وكان الامر صعبا على اللاعبين من جانب اللمسة الاخيرة تكلمنا عن كل هذا بين الشوطين وطلبت منهم ان يحافظوا على تركيزهم وان ينتظروا الوقت المناسب واتبع كنا نعرف بان هذه المباراة ستكون فرصتنا الاخيرة وكانت تجربة جيدة بالنسبة لي ومن الجيد ان نبقى هادئين وان لا نحتفل الان لاننا لا نعرف ما يمكن ان يحدث في كرة القدم وختم تنتظرنا مباراة صعبة في وجدة وهم يحتاجون ايضا للنقاط وربما اكثر منه لكن عن اللاعبين ان يفهموا بانه اذا ارادوا تحقيق اللقب فعليهم الانتصار في المباراة الاخيرة تنائي الدفاع يحاير ريجراكي قبل موقعات زنبيا يعد مركز قلب الدفاع اكثر ما يشعر بالوليد ريجراكي الموديل الفني للمنتخب المغربي قبل مباراة الزنبيا والكونغو عطفا على الوضع الحالي للعبين الذين يشغلون هذا المركز والمتغيرات التي طرأت عليهم واخرا ويصدف منتخب الاصود نظره الزنبيا في الجولة الثالثة من التصفية المؤهل لكأس العالم 2026 يوم الجمعة المقبلة ان شاء الله ثم يواجه الكونغو خارج الارض يوم التلتاء ويعاني نيفكر ذا المحترف بنادي وستهام يونيتد الانجليزي من اصابة ابادة عن ناديها منذ فترة لذلك كان اول من لحق بمجمع محمد السادس ليتدرب على انفراد ويخضع لبرنامج تأهيل خاص واعد ريجراكي القائد رومانسيس للقائمة الحالية بعد استباده من معسكر مارس الماضي حيث لعب وديتين ضد انجولا ومريطانيا في المقابل ساهمت تألق المدافع شادرياض في قلب اوراق ريجراكي قبل الموقعات المهمة امام الزمبيا وتألق رياض مع نادريال بيتسا الاسباني خلال الموسم المنقضي وبتال ابواب البرامر ليج حيث اجر الفحص الطبي في نادي كاريستال بالاسا الانجليزية ويضم المغرب حاليا اضافة لهذا التولتي كل من عبد الكبير عبقار لاعب ألافيشا الاسباني واشرف داري لاعب شارلورو البلجيكية وفق لما ذكره موقع كورا فان التنائية الاقرب لدخول تشكيل الرجراكي هو شادرياض ونيف اكراد